السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإخواني أخواتي في هذه النشرة الجوية الخاصة بتوقعات حالة التقس بيئة المغرب فإن شاء الله سوف نقدم لكم توقعات حالة التقس بيئة المغرب ابتداء من يوم 23 أبريل وكذلك سوف ندرجكم الأيام القريبة المدى والبعدة المدى والمدر المعنية بالتساقطات الأمطار العاصفية القادمة في الأيام القادمة فأولا أخي أختي إذا كنت تشاهدوا القناة لأول مرة فلا تنسوا الاشتراك في قناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم جديد فيديوهاتنا ونشراتنا بإذن الله ولا تنسوا دعم المقطع بلايك وشكرا لكم مسبقا فأرجو مشاهدة الفيديو الأخير لكي تطلعوا لأحوال التقس بيئة المغرب والمدن المعنية بتساقطات المطرية في الأيام القادمة والعواصف الرادية فأي توقع بإذن الله اليوم الثلاثة إن شاء الله تبقى الأجواء نسبة صافية إلى قليل معدى مناطق المملكة في فترة الصباحية بالنسبة كذلك فترة مسائية فيحتمل كذلك أن تكون أجواء غائمة محتمال هبوب رياح نسبيا قوية المرتفع وأقصى شمال المملكة وكذلك أجواء غائمة في الشمال الغربية المملكة كذلك بالنسبة ليوم الأربعة وعند عشرون عبريل فيتوقع كذلك أن تكون أجواء نسبة غائمة على الشمال وكذلك فا과 المrontة الأخرى ستكون أجواء صافية إلى قليلية سعوب محتمال قطارة ضاعيفة ومتفرقة في مرتفعات. وكذلك امطار خفيفة اقصى الشمال المملكة. بالنسبة للفترة المسائية فيتوقع باذن الله كذلك ان تبقى العجوة وصافية الى قائلة تسعوب مع التقتراب منخافة جو واطلاصي باذن الله. بالنسبة كذلك اليوم الخميس اثنان وعشرون ابريل فيحكم ان تكون بعض الزخط المطاري اقصى الشمال المملكة. نسبيا تبقى امطار ضعيفة ومتفرقة على هذه المناطق. ببرد وثيطان وكذلك طنجا والعرائش. وشفشاون باذن الله ووزن وللامي ونسدي على التازي. وكذلك امطار ضعيفة على السبتة والفنائدق والمضيق باذن الله. بالنسبة لباقي المناطق الاخرى فستكون اجواء غائمة اقصى الشمال المملكة. ومستقرة في باقي المناطق الاخرى. بالنسبة كذلك للفترة المسائية من يوم. الخميس ان شاء الله فستكون اجواء غائمة على الشمال الشرقي وكذلك الشمال الغربي. والجنوب الغربي للمملكة تبقى نسبيا مع احتمال اه دخول امطار او زخش اه خفيفة اه في الشمال الشرقي للملكة. بالنسبة ليوم الجمعة تلاتة وعشرون ابريل. فيحتمل باذن الله اقتراب هذا المنخفة تدريجيا من كذلك بالنسبة للفترة المسائية ان شاء الله. من يوم الجمعة في يحتمل ان تكون اجواء غائمة وكذلك دخول امطار وزخش ارادية قوية محليا على المناطق التالية باذن الله والمناطق المعنية بهذه التساقطات المطرية فهي ايساقن وكذلك التريوش والتازة وامطار دقاوية على كذلك سكورا مداز ووجه اللوع وصفرادية على افران وقطة الحاج امطار كذلك حاضر على خنيفرا وميدلش وكذلك زوج شيخ وخنيفرا وابن ملال وكذلك ايميلشيل وبعد الزخط المطرية على امزميز واوكيمدن وكذلك ربما بعد الزخط المطرية على تيريوين تبقى ضعيفة ومتفرقة مع اجواء غائمة كذلك بالنسبة ليوم السبت ان شاء الله في احتمال كذلك ان تبقى الاجواء غائمة وكذلك استمرار بعض الضخط المطرية ينسبها القوية على الشمال الشرق ومرتفاعات الاطلس على كي كوتها بإذن الله ووجه داو جرادا وتيوريت واجواء غائمة على وطاة الحاج مع احتمال باطل قطرة تعالى ابني من الله تبقى ضعيفة ومتفرقة واجواء غائمة على الجنوب الغربي للملكة بالنسبة كذلك للفترة المسائية او بعد الزوان ان شاء الله فيتوقع بإذن الله تكون اجواء غائمة مع احتمال بعض القطارات المطرية المتوقعة لمرتفعات الريف والواجهة المتوسطية وكذلك المرتفعات الاطلس مع اجواء غائمة وبعد الزخات المطرية الخفيفة بالنسبة للفترة المسائية فيتوقع بإذن الله دخول امطار عاصفية وقوية على تطوان وكذلك طنجة واصلة والعرائش وكذلك وزان وامطار قوية كذلك على سدي سليمان وسدي علال التازي وللاميمون امطار وعواصل قوية على تطوان موطن الجو سبتا والفناية وأخيص بإذن الله وكذلك بعد زخاط المطرية على مرتفعات الريف والشمال الشرقي للمملكة. بالنسبة للمرتفعات تتكون اجواء غائمة مع احتمال بعض القطارات المطرية تبقى ضعيفة ومتفرقة مع تجول هذا المنخفض قرب المملكة كما تشاهدون. بالنسبة كذلك مع مرور ساعة ان شاء الله فترة. بعد الزوال ان شاء الله فى توقع كذلك ان تكون اجواء غائمة اقصى الشمال المملكة مع احتمال بعض القطارات المطارية على المرتفعات تبقى نسبيا امطار ضعيفة ومتفرقة. بالنسبة ليوم الاتنين ستة وعشرون ابريل فيتوقع بإذن الله ان تكون اجواء غائمة في السواحل الوسطى للمملكة مع احتمال بعض الزخات المطارية الخفيفة والضعيفة محليا بالنسبة الفترة المسائية. كذلك فيتوقع بإذن الله ان تبقى بعض الزخات المطارية واجواء غائمة اقصى الشمال لمملكة بعض القطارات المطرية على السواحل الوسطى الشمالية كذلكا للملكة. بالنسبة للفترة الليلية بإذن الله من يوم الثلاثة فيتوقع بإذن الله كذلك ان تكون الأجواء مستقرة إلى قليلة سوى محتمال بعض القاطرات المطرية تبقى ضعيفة ومن تفرقة فوق المرتفعات وكذلك الشمال الغربي والشمال الشرقي للملكة. بالنسبة للفترة المسائية ان شاء الله فيتوقع بإذن الله دخول بعض الزخاش المطرية كذلك على عدة مناطق وعدات مدر من الملكة على تطوان والعرائش كذلك ووزان واسيدي علال التازي وامطار ضعيفة على سبتة وطنجة وتطوان واصيلة والرباط وبنسليمان والداربيضة امطار خفيفة على افران وسكورة مداز وفاس وتهلا وبعض القاطرات المطرية على الدريوش نسبيا ضعيفة ومتفرقة بالنسبة لكذلك المراكش بإذن الله ستكون بعض الزخارات المطرية على امزميز وكيمدين وآيا كذلك امن تانوت وكذلك تالو دانش بإذن الله واغدير باشيبا وازلال وابن ملال وزود شيخ وخنفرا تبقى امطار ضعيفة ومتفرقة وامطار كذلك ربما تكون على تيزنيت بعض القاطرات المطرية الضعيفة والمتفرقة بالنسبة كذلك الفترة المسائية ان شاء الله فيتوقع بإذن الله استمرار بعد الزخاش المطرية على عدة مناطق من المملكة على اوكيمدين وامزميز وكذلك تبينت بإذن الله واملشيل واسور وامطار كذلك الضعيفة على ميدلت وميسور بإذن الله امطار معجدلة الى ضعيفة على سكورمداز وإفران وكذلك امطار ضعيفة كذلك على جالا وساكا وكذلك الدريوش بإذن الله وابعض الزخاش المطرية على وزان وكذلك تطوان وطنجا وسبتا وشفشاون بإذن الله وكذلك الشمال الشرقي والشمال الغرب يستكون أجواء غائمة وبعض الزخاش المطرية بالنسبة للفترة الليلية بإذن الله فيتوقع استمرار بعد الزخاش المطرية على وجدة وبركان وجرادة وكذلك توريت وقرسيف بعض الزخاش المطرية على عاطف وكذلك سكورمداز بإذن الله وبعض الزخاش كذلك الحاضرة على الشمال الشرقي والشمال الغربي كذلك على تطوان ولا رأيش بعد قاطرة المطرية على المونة والرباط وكذلك بعض الزخاش المطرية كذلك تبقى ضعيفة ومتفرقة في مرتفعات مراكش وكذلك المناطق المجاورة ما أجواء غائمة في هذه المناطق ان شاء الله فان شاء الله سوف نقدم لكم توقعات حالة الطقس بين المغرب في الايام القادمة لآخر تحديثة النماذج العالمية بحول الله يتوقع بإذن الله ان تكون آآ هبوب رياح نسبيا قوية على عدة مناطق من المملكة بإذن الله والمناطق المعنية بادي العواصف او هبوب الرياح القوية او الهبات الرياح القوية فهي كالتالي بإذن الله فستكون رياح قوية على المناطق التالية بإذن الله خصوصا آآ قصة اقاليم الجنوبية للملكة ستكون اجواء آآ او رياح قوية اليوم الثلاثة وكذلك آآ يوم الاربعة وكذلك مع هبوب رياح نسبيا قوية كذلك على قلميم وكذلك المناطق او آآ الاقاليم الجنوبية للملكة بالنسبة كذلك اليوم الاربعة ستكون رياح نسبيا قوية على قلميم وكذلك ربما تصير حتى الحوز بإذن الله وكذلك اسوس بإذن الله والمناطق الشرقية للملاكة بالنسبة ليوم الخمسة ان شاء الله فيتوقع كذلك ان تكون اه رياح قوية على قلمين بإذن الله والجنوب الشرقي والجنوب الغربي للملاكة ورياح قوية على كذلك الاقاليم الجنوبية للملاكة بالنسبة لباقي المرة اخرى فان شاء الله سوف نعلمكم بجديد طورات احوال التقص بالمغرب ان شاء الله في الايام القادمة والا هنا انتات نشر